خبر وفاة الممثل الشاب وائل محمد عبد الفتاح اليوم 29 سبتمبر 2021 والذي توفي فجرة اليوم الاربعة 29 سبتمبر 2021 وتمت الدفن وكان العزاء على المقاب الشاب الممثل وائل محمد عبد الفتاح هو كان طالبا بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للفنون المصلحية بأكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج كان في الأيام الأخيرة يعاني من القلب وانعاه صديقه الفنان سليمان حمزة بهذه الكلمات على موقع الفيسبوك قال فيه عقولة خلاص وسحبت بلاك هتستناني وهستنك ونخرج ونألف أصرحنا خلاص مش متكتف يعني هتخرج تعمل أفكار ولا فيه قواعد لخطوط الحركة كلها بالبركة يا شقيق تعمل عيلة تعمل عيلتين والمسرح أوسع من الدنيا والخشب براح وفيهم الحبايب ياما سكنت حسام قريت منعم وخلوط بتذاكر في الدور وسناء شافع أحسن دكتور آه يا شقيق ما تاخدني معاك هتستناني وهستناك ونخرج ونألف آه يا شقيق أمك في العين والرؤية تمام والعيلة هتخرج يوم من الأيام وتحيي الجمهور من عندك سامع السوكسي آه يا شقيق سحبت بلك طب استناني وهستناك ونخرج ونألف وفاة الممثل الشاب وائل محمد عبد الفتاح اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله للجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم ارزقه الفردوس الأعلى واجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين رب العالمين الممثل الشاب وائل محمد عبد الفتاح كانت سبب الوفاة وبوط حات في الدورة الدموية إنا لله وإنا إليه راجع أهلا بجأة أهلا بجأة أهلا بجأة